أن تعيش من دون توفر خدمة التيار الكهربائي في ظلام الليل أو حر النهار في أيام الصيف اللاهبة فذلك على الأرجح يعني أنك في العراق عجز الحكومة وإخفاقها في توفير إمدادات الطاقة الكهربائية فقمتها الهجمات المتكررة على أبراج نقل الكهرباء في أنحاء متفرقة من البلاد فلا يمر يوم من دون خبر عن تفجير يسفر يوميا عن سقوط مزيد من الأبراج لتخرج الخطوط عن الخدمة وليحرم مزيد من العراقيين من التيار الكهربائي إخفاق وعجز حكومي لم تعالجه عود الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي بتوفير الكهرباء وإنهاء أزمتها على الرغم من إهدار مليارات الدولارات على مشاريع وهمية أو في أفضل الحالات مشاريع فاشلة أو متلكية ولا عجب في ذلك فالفساد المتجدر في أروقة الحكم ومفاصل الدولة في عراق ما بعد الاحتلال يسد السبل أمام تحقيق أي أمل أو مصلحة للشعب العراقي يكتفي من كل مشروع بما يكسب الطبقة السياسية الفاسدة مزيدا من المال والنفوذ والإرضاء لدعيمهم في إيران وكعادة الحكومات الفاشلة تبحث الحكومة عن مسوغ لأزمتها فتزعم أن تنظيم داعش مسؤول عن تلك الهجمات التي تستادف منظومة الطاقة في البلاد زعم يحمل قدرا كبيرا من عدم المصداقية بحسب نواب في البرلمان ومسؤول حكوميين ولسيما بعد أن امتدت الهجمات من الشمال العراقي إلى محافظات جنوبية لا وجود لداعش فيها كمحافظة كربلاء وهو ما يؤكد أن أسباب الأزمة ليست كما تدعي الحكومة وبحسب لجنة الأمن النيابية فإن الهجمات على أبراج الطاقة لها أبعاد تتعلق بالصراع السياسي بين الكتل والقوى مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المبكرة ومحاولة بعض الكتل تأجيلها أو إثبات إخفاق كتل أخرى ليتسنى لها تصدر المشهد في الانتخابات بينما الشعب العراقي تتفاقم معاناته وتتكاثر أزماته بمنأة عن اهتمام القابضين على مقاليد الحكم والسياسة في العراق